لنا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية اليوم استئناف التحركات الاحتجاجية بحمل الشارة الحمراء وتأخير جلسات المحاكم بساعة وتنفيذ وقف احتجاجية أمام مقر محكمة التعقيبة يتي هذا في سياق رفض قضائي واسع لقرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وتعين آخر يحملون الشارة الحمراء احتجاجا على قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر القضاة التونسيون يجددون في ندوة صحفية رفضهم القطعية لبسط السلطة التنفيذية سيطرتها على العدالة جمعية القضاة تقول أنها ستواصل التصدي لإجراءات الرئيس سعيد لما لها من تدعيات خطيرة على مبدأ الفصل بين السلطات القضاة كلمة واحدة يقولون لا لتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية مجددا لا لارتهان السلطة القضائية للسلطة التنفيذية تأخير لساعة في مواعد الجلسات وحمل للشارة الحمراء ووقفة احتجاجية ثانية مرتقبة كلها تحركات دعت الجمعية عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للانخراط فيها دفاعا عن استقلال السلطة القضائية ويرى متابعون أن الهياكل المدنية والنقابية للقضاة مستمرة في احتجاجاتها ما استمر الرئيس في نهجه في التعامل مع القضاء ما سيحصل في تقريبه أن ستكون هناك شرعيتان الشرعية الرئاسية من خلال المجلس المنصب الذي قراره رئيس الجمهورية وشرعية ثانية هي شرعية نظالية سيمارس القضاة فيها أقصى ما يمكن أن يتحركوا في اتجاهه أو يستعملوا من وسائل في إطار القانون يضيف الملف القضائي وفق مراقبين في تونس زخما لأزمة سياسية واقتصادية ازدادت تعقيدا بمضي الرئيس في ضم جميع السلطات تحت جناحه ضم ثبت أن تواصله يوسع رقعة معارضيه بين شارع سياسي وقضائي وآخر اجتماعي يلوح طيف واسع من القضاة التونسيين بمواصلة التصعيد والاحتجاج على حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وبسط سيطرته على جديد مؤقت توجه يزيد من حدة الأزمة السياسية في ظل رفض سياسي وحقوقي داخلي وقلق خارجي أميرا مهدو العربي تونس ينضم إلينا من تونس العاصمة سيد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان سيد مراد أهلا بك أنتم ماضون في الاحتجاجات ضد قرار الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء من خلال حمل أشار الحمراء تأخير جلسات المحاكم وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيم هل ترون أن هذه التحركات يمكن أن تدفع الرئيس سعيد إلى التراجع عن قراره وهو الذي يرى أن هناك ضرورة في بقاء المجلس الأعلى المؤقت في هذه المرحلة خوفا من التدخلات الخارجية كما يقول في الواقع هذه الحركات الاحتجاجية أعلنت عليها جمعية القضاة التونسيين لكن جمعية القضاة الشبان التي نترأسها أعلنت على تحركات أكثر شدة إذ أقرت مبدأ الإذراب العام غير المحدود منذ البداية وقد تم اتخاذ هذا القرار نظرا إلى أننا نعرف طبيعة الرئيس ورغبته في التصادم فهو قد صرح بأنه لن يعود إلى الوراء حتى لو كان الأمر غير قانوني أو غير دستوري فهو ماذن ومثل هذا السلوك أو مثل هذا القرار بعدم التراجع لا يمكن أن يجابها إلا بتصرفات القصوى وليس بمجرد الحركات الرمزية جمعية القضاة التونسيين التي كنت من أحد أعضائها ذات يوم قبل أن نقوم بتأسيس هذه الجمعية يعني تعتمد سبيل التدرج ونحن نعلم أن هذا التدرج لن يجدي مع رئيس الجمهورية لطبيعته الخاصة نحن أعلن مبدأ الإذراب العام غير المفتوح منذ البداية وسنصل إلى ذلك متأكد قريبا باعتبار أننا لن نستطيع أن نصل بهذه الحركات الاحتجاجية الرمزية نعم سيد مراد كيف تصفون قرار إحالة الرئيس جمعية المحامين السابقين للمحكمة العسكرية خلال الأسبوع المقبلة أو ربما خلال أسبوع كما ذكر هو في الواقع عندما كنا بسدد مناقشة الأحكام التي ينبغي إرسائها في الدستور أمام المجلس التأسيسي قلنا بأن المحاكمة العسكرية في الواقع هي محاكمة خاصة أو محاكمة استثنائية لا يمكن أن يتقاذ أمامها المدنيون وتمسكنا بذلك وكان وقتها المحامون وبقية المجتمع المدني سامتين ولم يقبلوا لكن بطبيعة الحال هذا هو نتيجة ذلك الصمت أن يصبح المدنيون يحاكمون أمام المحاكمة العسكرية في وقت حتى الدول الأجنبية في كامل الدول الأجنبية يحاكم حتى العسكريون أمام المحاكمة العادية المدنية مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن بالنسبة للقضايا العادية أن يطلب العسكري محاكمته أمام القضاء العادي لا يحاكمون أمام المحاكمة العسكرية إلا بالنسبة لجرائم الحرب وخارج نطاق البلاد وفي الواقع هذا أمر غريب وتم تكريسه والآن نحن نعاني منه وسيعاني منه المحامون وكيفة أطياف الشعب التونسي وبطبيعة الحال المحاكمة كانت على ذوق رأيه فهو لم يفعل شيء فقد عبر عن موقفه وبطبيعة الحال المحاكمة العسكرية هي التي تمتع بالاستخلالية التي تمتع بها القضاء العادي هي محاكم تعليمات وخاذعة مطلقا لرئيس الجمهورية والوزير الدفاع بطبيعة الحال تكون أحكام الإدانة معروفة مسبقا وكذلك حتى أحكام البراء أحيانا تكون أيضا محددة من قبله شكرا جزيلا لك سيد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاء الشبه